واستحتدام الصراع بين روسيا والغرب في أوكرانيا على تشكيل نظام عالمي جديد تسعى أطراف أخرى إلى تحصين مواقعها في ذلك النظام تحسبا لوقوع تغييرات دراماتيكية قد لا تكون في صالحها بالمرة من هنا جاءت قمة النقب أول قمة تضم وزراء عربا وإسرائيليين وأمريكيين في إسرائيل طاولة واحدة جمعت وزراء خارجية البلد المضيف والولايات المتحدة ومصر والإمارات والمغرب والبحرين اختراق دبلوماسي مهم لم تدفع إليه فقط أزمة أوكرانيا بل أيضا الحدث الأخطر المتعلق باقتراب التوقيع على اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي الأمريكيون من جهة يريدون طمأنة حلفائهم لا سيما في الخليج بخصوص الصفقة مع تهران ومن جهة أخرى يرغبون في اصطفاف هؤلاء الحلفاء مع واشنطن في خطواتها الراميات إلى عزل روسيا ومعاقبتها يقول خبراء أن قمة النقب تهدف إلى إقامة حلف إقليمي لمواجهة إيران في المنطقة خاصة بعد تكرار قصف ميليشيا الحوثي منشآت حيوية في السعودية والإمارات فيما يؤكد البيان الختمي للقمة تشكيل لجان أمنية لمواجهة تهديدات إيران في المنطقة وشبكة أمنية للإنذار المبكر مشيرا إلى أن القمة ستعقد دوريا لكن وزير الخارجية المصري من جهته سامح شكري قال بأن المشاركة المصرية لم تهدف إلى المشاركة في أي حلف يقام تتسارع الأحداث وتتبدل المواقع أمريكا التي جمعت في كامب ديفيد الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحن بيجن عام 1978 تأتي اليوم في اجتماع عرب وإسرائيليين في النقب ضيفا مدعوا وليس وسيطا تتبدل أيضا الأيدولوجيات والقوالب الجامدة لتحل بدلا منها الواقعية السياسية التي لخصها الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجيات الإمارات بقوله إسرائيل جزء من المنطقة وحان الوقت لبناء علاقات قوية معها الواقعية السياسية هي إذن ما يتبقى من سلاح لتحتمي به دول لا ناقة لها ولا جمل في صراع روسي غربي وفي صفقات تستعد أمريكا لإبرامها مع إيران القوة الإقليمية التي لا تخفي حلم استعادة الإمبراطورية الفارسية سلاح قد يفيد أصحابه في وقت عصيب يتشكل فيه نظام دولي لا علم لأحد على أي أنقاض سيبنى شكرا